وجاءت ردود الفعل منددة بأحداث الشيخ جراح إذ أدان القيادي الفلسطيني محمد حلان الاعتداءات على أهالي الحي محذرا من أن الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس قد تؤدي إلى تصعيد على غرار ما جرى في مايو الماضي من جانبها وصفت حركة حماس هجمات المساطنين في حي الشيخ جراح بالعدوان السافر واللعب بالنار كما حذرت حركة الجهاد الإسلامي من تفجير الوضع وتفجر الأوضاع بسبب تكرار الاعتداءات الإسرائيلية في حي الشيخ جراح وفي السياق ذاته أيضا أدانت الخارجية الفلسطينية الانتهاكات والجرائم المتصاعدة ضد القدس ومواطنيها ودعت حركة فتح إلى إعلان الغضب في مختلف المدن الفلسطينية لإنقاذ حي الشيخ جراح ترجمة نانسي قنقر